قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت ألينا رومانوسكي إن مجموعة عمل التجارة والاستثمار بالجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي الكويتي الأمريكي وسلة حتمية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين جاء ذلك في تصريح صحفي للسفيرة رومانوسكي على هامش اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار ضمن اجتماعات الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية المنعقدة تعهد الرئيس الصيني شي جين بينك بأن تكون بلاده رائدة الانفتاح الاقتصادي العالمي محذرا من مخاطر الحماية في عالم يعاني من تحديات متعددة أبرزها في الوقت الحالي جائحة كورونا وقال شي في فتاح قمة منتدى التعاني الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادئ إن الانفتاح يمكن أي دولة من المضي قدما بينما العزلة تعيقها مشددا على أنه لا يمكن لأي دولة أن تتطور بإبقاء أبوابها مغلقة موسيقى